نروح بقى للأمور المحلية بعد ما خدنا جولة في إفريقيا نرجع بيكم للمنتخب الأولمبي اللي عنده طموح حام جدا الأولمبيات هي دايما بطولة في مصر لها تاريخ من المشاركات نفتكر أولمبيات أمستردام في 28 ونفتكر أولمبيات لوس أنجلوس وكان في كل مرة سواء كابتن محمود الخطيف في لوس أنجلوس أو نفتكر كابتن مختار التيتش في أولمبيات أمستردام كان فيه مواقف مهمة جدا تخص النادي الأهلي ولأن النادي الأهلي هو دايما بقرة الأحداث الكروية في مصر كان فيه وقعة تخص لاعب أساء لرموز النادي الأهلي وتجاوز في حق ناس قدمت للنادي الأهلي كتير وللرياضة المصرية لأن اسم النادي الأهلي هو خير ممثل للرياضة المصرية والرموز دول قدمه كتير فعلا وقدمه كتير بجد وهو اللاعب إمام عشور اللي تم استدعائه ضمن قائمة المنتخب الأولمبي طبعا نتمنى كل التوفيق للمنتخب ونتمنى أن الكابتن شوق غريب يدير أموره بما فيه صالح المنتخب لأن أكيد أي مدرب ده مصلحته ولكن عندنا وقفة للتاريخ وهي تبين أن النادي الأهلي أكيد أكيد بيغلب دايما المصالح العليا للمنتخبات الوطنية ولكن في مواقف هي رسالة الكابتن شوق غريب لعل وعسى مراجعته لنفسه بعد ما يسمعها تخلينا نشوف إيه الأفضل لمصلحة منتخب مصر نسمع كابتن شوق غريب قاله عن انضمام إمام عشور للمنتخب ونرجع نعق الموضوع إمام بالمناسبة إمام لاعب في المنتخب الإلومبي هو في عرص الحدود وشارك مباراة في المنتخب الإلومبي هو لاعب في عرص الحدود وراح من نادي الزمالك وشارك في البطولة من ضمن المجموعة اللي كسبت بطولة أفرق وكان احتياطي ما كانش حتى أساسي وشارك في آخر مباراة اللي هي كانت مباراة كوريا ومباراة البرازيل شارك في مباراة منه مباراة كوريا نعم تمام يعني متواجد على طول معاه في المنتخب الإلومبي كان فيه عقوبة انضباطية عليه ومقوف من اتحاد الكور خلينا نكون صريح معاه لو العقوبة مكادش خلص صدقات السمرة كان من الصعب ان انا اضم الى معشوق كلام محترم لكن العقوبة طالما انتهت وهو دفع الغرامة وتعاقب كما رأت لجنة قانونية في اتحاد الكورى ولجنة انضباطية كلها ناس من القدار ان العقوبة دي هي العدد ده وبدأ يشارك في المباراة وهو من كان من قوة الأساسيات تاعت ايه المانع ان يبقى موجود وعنده فرصة طبعا طبعا ايه المانع ان هو يبقى موجود وعنده فرصة طيب لما نيجي نحكم على تصريح لازم نحط بعض المعايير كده اللي تخلينا مفكر في التصريح كابتن شوقي غريب كان حتى قبل كده معيار لاهمية مشاركة اللاعب عشان يكون ضمن قائمة المنتخب اعتقد انتو فاكرين ده كويس وده اللي خلى النادي الاهل يطلع كتير من اللاعبي اللي كانوا مهمين واللي كان ممكن يفيدوه في الاسكواد الحالي للأعراض لما جه اختار كابتن شوقي غريب مصطفى شوبير كان فيه تعليقات عن اختيار اللاعب وكابتن شوقي غريب قال ان اللاعب كان من الكتيبة الاساسية معاه ومن اللاعب الاساسيين حتى لو ما شاركشوا ولكن هم كانوا من اعمدة المنتخب الأوليمبي ده المعيار اللي وقتها الزمالكوية رفضوه هو هو نفس المعيار اللي كابتن شوقي غريب اتكلم عنه دلوقتي في فلسفة ضم امام عشور اللي بقاله فترة كبيرة جدا ما بيشاركش دي نقطة طيب النقطة التانية المعيار الفني ده قصة منتهية ولكن ما يعرف بالمعيار الاخلاقي المعيار الاخلاقي اللي محتاجين نقف عنده اللاعب عقوبته انتهى فخلاص ما فيش مشكلة هو معايا بمجرد ما عقوبته انتهت ولكن فيه اجواء لازم نفكر فيها يا كابتن شوقي لو دي معاييرك دي حقك وزي ما قلنا بنتمنى التوفيق للمنتخب باي مجموعة من اللاعبين لان هكذا علمنا النادي الاهلي ولكن فيه رسائل تاريخية محتاج وانت بتفكر بالشكل ده تقعد كده وترجعها وتشوف حزبتك كانت صح ولا غلط نيجي لرسالتنا الاولى في لاعب عظيم هو يسمى ابو الكرة المصرية كابتن حسين حجازي كابتن حسين حجازي او رفاقه كمان معاه حجازي 11 كان هو المسيطر على الكرة المصرية وهو الاسم الابرس فيها في بداية تكوين الكرة المصرية بشكلها المؤثر وكان انتقاله من فرق لفرق بيحدث تأثير كبير وكان كابتن حسين حجازي اسم بارس في الكرة المصرية كابتن حسين حجازي 1928 كان بين جنبات النادي الاهلي كان موجود جوه النادي ده ولكن النادي الاهلي بيخوض نهائي الكأس السلطانية في 1928 وبيخسر النادي الاهلي من نادي الترسانة في وقعة شهيرة جدا ايه اللي حصل؟ كابتن حسين حجازي كان عنده اعتراض على تفاصيل كتيرة تخص المباراة مش معترض عشان نفسه ولا عشان قرار صدر في حقه ولكن معترض عشان حقوق شاف ان النادي الاهلي ما حصلش عليها داخل المباراة ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد ما فاز نادي الترسانة ولحظة استلام الميدليات رفض كابتن حسين حجازي وهو على كتف وشارة الفريق انه هو يذهب لاستلام الميدليات ايه اللي حصل؟ بعض اللاعبين من الفريق حزوا حزوا الكابتن بتاعهم وما رحوش استلموا الميدليات انتهت الوقعة بالشكل ده داخل الملعب ولكن ابدا لم تنتهي الوقعة داخل جدران النادي الاهلي يا كابتن شوقي غريب لان ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان بيرقص النادي الاهلي جعفر والي باشا الشخص اللي قال الاخلاق قبل البطولة الشخص اللي شاف ان انت لازم يبقى عندك ضوابط وروح رياضية الشخص اللي شاف ان حتى لو عندك حق ما ينفعش تاخده بالشكل ده وما ينفعش داخل منظومة النادي الاهلي تعبر عنه بالشكل ده رفض استلام الميدليات كموقف لم يمر مرور الكرام في وجود جعفر والي باشا ايه اللي حصل؟ صدرت القرارات الآتية في الوثيقة التاريخية اللي حنعرضها معكم القرارات دي صدرت من مجلس ادارة جعفر والي باشا كانت القرارات بتتمثل في اقاف اللاعب اقاف اللاعب اللي رفض استلام الميدليات في وقع شاف النادي الاهلي ان هي بتؤثر على فلسفته الانضباطية وبتؤثر على لوائحه اتقال ايه؟ اولا المجلس قال ابداع عظيم استياء اللجنة للسلوك المعيب الذي سلكوا افراد فريق النادي الاهلي بعد انتهاء هذه المباراة ثانيا ودي ضوابط النادي الاهلي ودي درس للتاريخ يفخر بيه كل اهلاوي اقاف رئيس الفريق حسين حجازي لمدة ثلاثة اشهر لانه بصفته رئيسا للفريق تقع عليه المسئولية في كل ما حصل تالت حاجة انزار باقي اللاعبين معادة رياض شوقي زكي عثمان لان الاخيرين قام بالواجب اللي هو استلام الميدليات رابعا ابلاغ هذا القرار للجنة الكأس السلطانية والاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ اللازم وعرض عرض النادي الاهلي قراره والاقاف على لوحة النادي الاهلي لمدة خمستاشر يوم النادي الاهلي حط القرارات التاريخية دي على لوحة داخل جدران النادي الاهلي اللي بيوسق تاريخ ويكتب تاريخ بيقول للناس ان حسين حجازي كابتن الفريق وابو الكرة المصرية واهم لاعب في الكرة المصرية هو مش اكبر من النادي الاهلي هو مش اكبر من اللوايا هو ما ينفعش يعمل وهو داخل جدران النادي الاهلي اي قرار يكون فيه اساءة للنادي الاهلي خمستاشر يوم القرار معلق على جدران النادي الاهلي لانك انت كابتن الفريق فعليك مسئولية هو ده كابتن شوق غريب النادي الاهلي اللي اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم بقراره النادي الاهلي اللي اتى اولا في قراره بيقول لاتحاد الكرة انا بعمل كذا لان ده الصح وده الواجب وده المعايير وده الاخلاق وده الكود الأخلاق اللي بيتمتع بين نادي الأهلي أعتقد رسالة المهم كمان أن الرسالة عظمتها ما كانتش بتنتهي في ده أبدا بتنتهي أن المنتخب المصري كان رايح يلعب أولمبياد أمستردام 1928 وده الربط يا كابتن شوقي المنتخب اللي كان رايح يلعب الأولمبياد اتحرم من حسين حجازي لأن النادي الأهلي كان عنده موقف واضح في إيقاف اللاعب لأنه شاف أن الأخلاق قبل البطولة المنتخب المصري اللي سافر بدون حسين حجازي حقق إيه؟ حقق إيه يا كابتن شوقي خسر اللاعب لأنه خالف معيار حقق إيه المنتخب المصري حقق تاريخ حقق أفضل نتائج المنتخب المصري في المشاركات الأولمبية في الوقت ده حقق رابع البطولة فزنا على تركيا وكان البطل هو مختار التيتش اللي خرج بمبادئ النادي الأهلي بعد ما رحل حسين حجازي وقد ثورة النادي الأهلي ثورته الأخلاقية قبل أن تكون ثورته على مستوى النتائج مختار التيتش سجل هاترك في شباك تركيا في فوز بسبعية للمنتخب والمنتخب المصري بيفوز على البرتقائل وبيتاخد مختار التيتش كأحسن ظهير أيصر في العالم وبيرجع المنتخب رابع البطولة هي دي الأخلاق وهي دي الرسالة وهو ده الدرس يا كابتن شوق غريب هتعتقد أن دي حاجة مرتبطة بفترة ما ربما تيجي تقول أن التاريخ ما بيمتدش على امتداد طوله أو خطه وأن المواقف اللي كانت بتصلح 1928 ما تصلحش بعد كده ولكن ده برضو مش موجود في النادي الأهلي وده مش موجود في المنظومة اللي بعيدا عن النادي الأهلي وده رسالة لبعض الأندية اللي لازم يكون عندها معيار واضح وصريح وبعض المدربين اللي لازم يكونوا عارفين أن أبدا مستحيل المعايير الغير أخلاقية تجيب بطولة كابتن إبراهيم حسن في مباراة لمنتخب مصر أمام منتخب المغرب في التصفيات بيروح لجمهور المغرب وبيخرج منه سلوك مرفوض إشارات لجمهور المغرب والأمور تشتعل كابتن إبراهيم حسن وهو راجع عارف أن العقوبات بتنتظره نتيجة الوقع نعرض الوثيقة التاريخية لجريدة الأهرام هنا لازم نشوف التسلسل بتاع الموقف نفسه الاجتماع الطارق لاتحاد الكرة غدا والتفكير في إقاف إبراهيم حسن لمدة سنة طيب في اللحظة اللي كان التفكير فيها داخل اتحاد الكرة لإقاف إبراهيم حسن لمدة سنة كان إيه اللي بيحصل داخل جدران النادي الأهلي ودي رسالة لبعض الأندية في وقعة إمام عشور النادي الأهلي كان بيفكر إيه وقتها هل قال لما شوف اتحاد الكرة حيعمل إيه؟ أبدا النادي الأهلي في نفس اليوم خرخ خبر في جريدة الأعرام بيقول لجنة الكرة بالأهلي ناقشت توقيع عقوبة ضد إبراهيم حسن لسوء سلوكه في مباراة المغرب ده النادي الأهلي وده المعيار الأخلاقي طيب انتهى هنا الدرس لا نجي نشوف الوثيقة الثالثة الوثيقة الثالثة كانت بتعلن عن عقوبة النادي الأهلي لجنة الكرة نقشت توقيع عقوبة لسلوكه نجي بقى للوثيقة اللي بتقول الأهلي يؤكد أن الخطأ واضح ولا يقبل النقاش ويرفض التحقيق مع اللاعب إبراهيم حسن يعترب بأنه أخطأ ويطالب باستعمال الرأفة هنا الخبر وكان كتبه الأستاذ عمر الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حاليا وكأن التاريخ بيد دروس من زمان ولكن البعض لا يعد دروس في أول ردت فعل عقب وصوله إلى القاهرة وعلمه بالعقوبة التي وقعها عليه النادي الأهلي والعقوبات التي تنتظر من قبل اتحاد الكرة أكد إبراهيم حسن مدفع لأنه يعترف تماما بأنه مخطئ نيجي هنا عشان نشرح الدرس الدرس يتشرح في تسلسل الموقف وهو أن في اللحظة اللي كان لسه العقوبة ما خرجتش من اتحاد الكرة كان النادي الأهلي بيوقف كابتن إبراهيم حسن أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وبيختر اتحاد الكرة بالإيقاف زي ما عمل بالزبط جعفر والي باشا وفي وقعة مهمة جدا في 1928 جعفر والي باشا كابتن صالح سليم كابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب ورؤساء النادي الأهلي عندهم معيار دي رسالة للبعض الأندية وكمان اتحادات الكرة في الوقت ده كانت عارفة يعني إيه تروح أولمبياد أمستردام من غير حسين حجازي ويعني إيه كابتن إبراهيم حسن تصدق على إيقافه لأن ده اللي حقق فيما بعد بطولات مهمة جدا كابتن شوقي غريب الرسالة كانت تاريخية انت حر في قراراتك ولكن التاريخ يحكم أخيرا والنتائج اللي بتتبني على غلط أكيد بيكون مرضودها سيء نتمنى تراجع تاريخ النادي الأهلي وتاريخ المواقف المشابهة الدرس يكون وصل